اخبار اليوم المهم ان احنا قلنا ايه? انه بعد هذه المشاكل وجزء جدير من هذه المشاكل الحقيقة حلوا في مصر مش ان احنا نعمل مزيد من دور الايتام احنا مش عزيز مزيد من دور الايتام انا خدت قرار بوقف تنخص دور الايتام الحقيقة لان نصفض فلي عايز يفتح دور الايتام ونطوره ونزيد دور دي روح حط الفروس فيها وروح تطوع فيها انما ان احنا نطور نظام الكفالة والاسر المديلة العالم كله دلوقتي ما عادش فيه قدور ايتام من بتاعتنا دي انه فيها معادة الانفال اللي عايشين في الجو غير طبيعي مصر فيها اسر كثيرة جدا محروعة من الاولاد او اسر كثيرة رزقت بابنه عايزة ليه اخ او اخت من غير ما مش قدر انها هتخلف تاني او مش رقب انها هتخلف تاني فمع فضلت المفتي مع لجنة من بعض الدور اللي مهتمة بهذا الموضوع بنطور نظام الاسر البديلة والكفالة وعاوزين ان احنا نطلع قانون جديد وقرارات جديدة وقريب اوي هنعمل مؤتمر حول هذا الموضوع ونبكد نغير فكر المجتمع الطبيعي ان الاولاد تانشط في اسره وفي بيت وانه يسر من عملية انك تكفل اولاد في منزلك مع اسرتك وناخد كل الاجراءات اللي اتخدها كل الدول الاسلامية اللي سبقتنا في هذا التوجه مهم اوي المتابعة مهم اوي ان احنا نتخير هذه الاسر ونطمئن على الاولاد لكن في ضمانات كثيرة ممكن واحد ياخدها ويتوسع في نظام الاسر البديلة بدل ما نتوسع في مزيد من دور الايتام اللي في الاخر رعاية الاولاد فيها في جو وغير طبيعي وبيكون اشكالية كبيرة فا احنا تقدرونا بستراتيجيتنا حماية المنبودين اولا تطوير المشرف والكادر والدول امام شهرات معتمدة منزودش دور ايتام جديدة لنحسن اللي موجود وناخد اجراءات يعني صارمة وحاسمة مع المخالفين فيه مخالفات في السلوخ مخالفات في الرعاية كل ده محتاج مجموعة اشراف ومتابعة مختلفة عم كيس انها تبص على الجودة وعلى الكيف مش بس على تدخل تعد فيه كم شوال رز وكم كيلو بطاطس في المر وكم سرير وكم ضقم لبس للولاد وكده مش قد تبص على بنية البشرية اكثر في بنية الباعتين نفس القصة في دور المسنين دور المسنين برضو ضغيرة حضرية في الريف الناس بتحفظ باهلها مهما كانوا فقرة مشان كده معاش كرامة هيخلي المسن يقعد في وسط بيته ومعه في وسط ولاده لكن لانه عنده دخل شحري فده هيقفر كرامته فكرامة في الريف مهم جدا لكن في الحضر اصبح كي ناس بتسافر تعمل في الخارج خارج مصر تعمل في محافظة اخرى وبتضطر انها يكون اهلها في دور مسنين فموضوع تقييم برضو دور المسنين وتقييم بها كل الادارة اللي بتعمل في هذا المجال في الوزارة بنشتغل عليه وعندنا خطة فيه ابتدأ فيه لدفتور مسعدة المجموعة العمل نفس القصة بالنسبة للنشاط التأهيم والمعافظين ده في ما نخص الرعاية يمكن اخر حاجتين بنشتغل عليكم وحضراتكم اخر شيء اخبرتين اخر حاجة عملناها الاسبوع ده مش عارف زي كانت حاجة من الاخبار حضرتك يمكن حضرتها اللي هو المؤتمر اللي عملناه لصندوق الادمان وملأ التعاطي للتدخين ده صندوق ممول من الغروات اللي بتفتط على جبان المخابرات عندنا المجموعة مشابة تميزة بتقوده احد الانشطة بتاعته عنده اربع انشطة عنده فط ساخن 16-23 من اول يناير 2014 ارسلنا 33000 متن للالاج في 14 مرتز تابع لخط المسلحة ووزارة الصحة في سرية التامة بتقدر ان تقصر على علاج مرجانة بتتابع العلاج بتتابع التعاطي ده عدد قوي بالنسبة للاعداد المؤتمرين في بلدنا والمتعاطين واحنا محتاجين واعي اكبر مجتمعي معانا قيرنا مجلس ادارة الصندوق معانا في تأكيد الوزارة العدل ووزارة التخلية معانا فينا جيب ساويرس علشان يبعدنا يعني مدخل الاعلام والتكنولوجيا المعلومات معانا في رجاءة اعمال مفتي بالكلمورية معانا مجموعة الحقيقة متحمسة جدا لفكرة الحد من مغرق التعاطي ستة عوشين الف شكوة شكوة متقوعين معانا في الجامعات والمدارس خطتنا تلات الاف مدرسة نحط فيهم برامج عملنا مع وزارة التربية والتعليم جفد كويس عشان يبقى فيه جزء من المناهج فيه بيانات عن التعاطي والإدمان ومخاطرهم مع جامعة الازهر اللي وقعنا بروتوكول ونفذنا في السيف ان يكون فيه خوافل تربية ويكون فيه خطاب ديني ويكون في مناهج الازهر محتوى لتحليم المخدرات والتلخير عندنا ايضا شغل فيه مجال رصد الاعمال الدرامية في شهر رمضان من كل سنة وده الورش المعمل اللي انا بتكلم عليها كانت لرصد عدد ساعات التنخيم والإدمان والتعاطي في مسلثلات عمضان عملنا اول بحث قومي شامل لهذه الزاهرة واعلننا عنه رمضان اللي فات ده الحقيقة كان غير عادي 2900 مشهد للتعاطي وللتدخيم في المسلسلات اظهر المرأة المصرية تلت المطلات بيدخنوا مع نزلة التدخيم بين السيدات في مصر اقل من دلك كتير 78% من الفنانين الرجال بيدخنوا مع نزلة التدخيم في مصر 28% مية الرجال كل ما عكساته المسلسلات كان مادة تعليمية للناس ازاي يدخلوا ازاي التعاطي وان ازاي تي حاجة بتبسط وازاي بتؤدي الى المزاج ويبقى دمون خفيف وازاي يلفه وسجاير حشيش وازاي مش عارفة يعني وبالتالي احنا ما عندناش منع ان صنع الدراما يتناول وضغيرة التعاطي باعتبالها ضغيرة مجتمعية ولكن عندنا اشكالية كبيرة في عدم اظهار الاثر السلبي بالتعاطي والتدخيم بل لازم نبين المدخل ونبين المتعاطي انه هو ده بيؤثر على صحته انه بيؤثر على داخله انه بيؤثر على داخله انه بيؤثر على صحة اللي حواليه لكن عندنا مشاهد اب شاير ابنه على دراعه كده والسجارة في ايده عندنا مشاهد في المسلسل اللي اسمه العميلة ميسي اللي هو السوفي كان الفنانك كبير احمد حلمي بيعلم ازاي يلف سجاير وازاي يشم وازاي يعني هو ده كان مسلسل جابت للأطفال عندنا مسلسل زي الدكتور آآ بنسا الفنان وصابة شعبان جابينه دكتور وليه مدير مستشفى وبيعمل عمليات وبيتناول مخدرات طول الوقت مع ممارسة حركة العادية آآ ولا تؤثر على مهناته يعني مش جابينه مش عارف يعمل عملية والعيان مات عشان يواخد مخدرات ده يعني دي جزء من 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 نمط حياة طبيعي على مختلف المستوىات الاقتصادية والاجتماعية فده بيدي مؤشر خطير وكل البقوف العلمية خالد مصر اثبتت ان بطر الدراما في التعاطي والتدخين مهم جدنا وصورة البطن بتؤثر بالذات على الشباب حياة معانا فنانين يعني متعاطفين فنانا ناندي رشاد متباني القضية فنان محمد صبحي متباني القضية كان معانا تنسيل من كل الخنوات الفضائية انتاجنا سبع افلام للتوعية لخنوات الفضائية تدخلت فيه يعني اتلاعاتها مجانة ففيه ده جهد محتاجين ان نعتدروا قضية امن قومي وحارب على المخاطرات في مصر لازم كلنا نخوه اشتركوا في القناة